فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم بأمواد وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا السلام عليكم و شرعكم إن شاء الله تكونوا بكام صحة جيدة يا رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام صحة رمضانكم صحة صحركم و صحة بطوركم حبيبات قلبين إن شاء الله فوتوا هذا اليوم من الأول كله كما يقولوا طاعة لله و حفات عليكم موجعكم شرعيسكم خاصة الناس لتشرب القهوة إن شاء الله كما يقولوا شهر الرحمة شهر الغفران و شهر التوبة يا رب العالمين اللهم إننا نسألك حسن الصيام و حسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة فالعيد تقوم من النار آمين يا البنات هنا حبيت نشارك معكم المشتريات الأخيرة اللي درتهم قبل رمضان بالنهار برك رحت شريت شوية خضرة كما شتوا شريت شوية فرمج اللي كان خاصني باش نستعملو هنا في رمضان و الحشاوش و كلش حاجة اللي نستعملها على بل اللي حنسحقها تسمانا اللولا شريتها فالحنا حبيت نشارك برك معاكم هاكا مقتطفات من القضيان اللي درتو كنت حبيت نشارك فيديو معاكم قبل من رمضان بصح سمحوا اللي برك ما قدرتش لغال ما لحقش وانا حبيت نوريلكم الريدو هذا اللي شريتوا جاشبه بزاف مع هاد السكرية التانية جات هايلا هايلا شريتهم فواحد مجازن تاع العرب بزاف هايلا ومشي غاليين بزاف هاكا كنوع من التغيير فهنا في رمضان انشاء الله و دوك نوح نسجم كامل هادو ما باش نشارك معاكم شوفوا هنا الريدو كيفاش كان كان هاكا غري مكانش عاطي بزاف الضوف الكوزينة بصح دوك كي بدلتو اعطاني واحدة ضوم ما شاء الله في الكوزينة تحسي زاد الضوت تدخل كتر وكتر ومنو كما قلتكم شيء من التغيير هايلا لرمضان باش كما يقولون بدو الشهر رمضان بحلة جديدة ان شاء الله وهنا نكمل معاكم كامل ترتيبات الاشياء اللي شريتها و بعدها ننفوتو لنهار اللولة ع رمضان ونشارك معاكم الاطباق اللي حضرتها ان شاء الله وهما اطباق جزائرية اللي حضرهم كامل جزائريين في نهار اللولة ع رمضان من الشربة بوراك متوم وخاصة الحم الحلول اللي لازم يحضر نهار اللول في رمضان هنا كما تشوفو هنا الفرامج والزبدة حطيتهم هكترين حطيتهم في الفريجيدير هذو حفايس اللي نسحقوهم في رمضان وكما الزبدة ما نسحقاش بزاف في رمضان بسحلي تقعد ان شاء الله تقعد للعيد ولا الايام الاخرى ماشي مشكل خاصة المجازة اللي رحت ليه داروا بزاف ديم خوموصيون فعيزون بالفرمج هذا كصغير اللي دارتوا لهيك قطع كان يدير 75 سنتيم مع انو المجازة واحدة اخرى تلقاياه كتار من اورو خمسين ولا اثنين اورو سبوصاها ديت الزوج وعفايس واحدة اخرى كما تشوفو كما الخميرة نسحقوها اي عفزة جبتها نسحقوها في غيمو في رمضان هنا حليت بارك واحدة للاخرى نخليها حتى تخلص الاخرى باش ننحلها ان شاء الله بالنسبة للزبي بديت هذه الشكارة بارك لي عندها 250 غرام نسحقها هذي مشكيش نسحق كتار انا نحبو نموت عليها كي يجي مسفوف بصاح في رمضان ما نقدرش ناكل واحدة واحد ما ياكلو في الدار نديرو بارك مع الحملة حلو ان شاء الله هذا يكفيني وهنا ثانية بالنسبة للهري سنسحقوها بزاف ندير بيها البورك جبت هذه البواطة الكبيرة شوية حطيتها هكا في البلارات حطيت عليهم زيت زيتون باش ما يفسدليش وهكا نجبدهو كل ما نسحق وخلاص هنا بالنسبة الكرافس اللي شريتور شريت ربيطة على الكرافس غصلتها كامل قطعتها هكا كبيرة بس كنا فشربة ما نقطعها هكا صغيرة نخليها هكا عوادق كبار نحطوهم فصاشيات نديروهم في الكوجلاتور ونحيها شاك فانسحق هذا ما كان بالنسبة للترتيبات باش نفوتوا ان شاء الله لنهار ثاني تاع الفيديو اللي هو اول يوم في رمضان ونحضر معاكم الطاولة ان شاء الله اول حاجة نبدو بها هي البورك هنا في مقلاح تشوية زيت ونحطوه حوالي حبة تاع البصل كبيرة نحطها حتى تتقل الملاح ونزيد عليها ان شاء الله لا فيونداشي هنا بالنسبة للبصل هذك زيت عليها شوية هذو كل عوادق نزيد عليهم برك فلفل لكحل شوية ملح شوية برك قرفة وهذا ما كان خليهم يتقلوا هكذا حتى يطب مليح مليح هذك لاذيونداشي طب مليح ونزيد عليهم شوية معدنوس كي طب كامل هذك الحب ونزيد عليهم حبة برد ويكون اللافخص تعنا وجدة باش نحشيو بها بورك تعنا ان شاء الله بالنسبة لحبة البيض اللي ما يحبش يزيدها ما يزيدها شنا نزيدها هكا قبل ما يطب بغرب شوية نحركها شوية نخليها تطيب وما تطيب شو ما بتونش والتقعد هكا شوية مشمخة ونطفي علينا ونخليها تطيبها مع هذك سخانة تاع الافيونداشي ونحطها تكوتي باش تبرد هنا بالنسبة للشربة تاعي نستعمل الحمد تعال عجل قطعتها هكا قطعة صغيرة قدرتهم شوية زيت برك في القدرة تاعي نحط عليهم حوالي حبة بصل كبيرة وتكون هكا مرحيا نحطها تتقلى مع هذك الحمد تتقلى مليح مليح هذا هو السر البنة تاحها ونزيد عليها ربيطة تعال الكرافص مع الكصبر ونحطها من الداخل ونخليها تاني تتقلى ونزيد عليها كيما قلتكم مغير فتاع الثوم لسكرفشته حوالي زوج سنينات تعثوم وهنا تاني زيت عليهم زوج حبات تعطماطم مرحيتهم هنا بعد ما تقلم لي حلح مع البصل زيت عليهم طماطم وقرن فلفل وبالنسبة التوابل اللي هم ملح فلفل كحل عكري حار مع الكصبر وهذك الخطة اللي نديروها فضاء تعال الكصبر مع الثوم بودرة نحركوا عليهم هكذا حتى نتحصلوا على على خليط هكا يم تقلى تحسيب اللي تقلم ليح وارفد بقال بنا فيما بعضاهم ذوك نجيو نمرقوه بكمية تعال ما اللي تحبوها انتم على الحسب افراد العائلة تعكم انا هنا اليوم درت كمية كبيرة لانا عندي ناس يكلوا معانا وبعد نغطيها ونخليها الطبع لنا القليلة بغرضها ذوك نجيو للطبق الثاني اللي هو متوم بالنسبة للمتوم انا استعملت هنا يا لابيونداشي حطيت عليها حوالي ربعة ولا خمسة سنينة تتاع الثوم هاكا سكرفجتهم نزيد عليهم شوية فلفل كحل شوية كمون مع الملح وبالنسبة للمتوم بتاعكم باش يجيكم البنين ويجيكم القاوم بتاعه هاي اللو طري لازم هاذاك الحم كديروه تزيدو له هاكا شوية لاشا بليو اللي هي الخبز المرحي ونزيدو عليه ثاني كبياض حبابيض ونعجنوهم ليحم له هاذاك الحم باش يخرج لطاق متماسك ومتون طري من الداخل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواد وغنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا اهنا بالنسبة للأسوس تعم متوم بتاعين ندرو فيها مغرفة تعزيد مغرفة تعزيد سمن ولمشي مع مرا تكون شوية برك ندرو فيها هكا شوية لحمة العجلة لانا درتها هنا بسح تقدر دروها بجاج ولا بالبكري كما تحبون تومها زلتوا عليهم التوابي اللي درناها في الافيونداشي لهم ملح فلفل كحل معا شوية كمون ونحركوا ماكا باش يتقلوا ونباد نجي ونضيفوا عليها حبها بصل تكون صغيرة بسكر فجا هاكا يرقيق لكي اللي مايدوروش انا نديرو باش يختر للمرقة التاعي بسح تقدروا تستغنو عليه هنا بالنسبة للثوم نديرو حوالي ثلاثة سنينة بتاعتهم نضيفوها هكا مع الخاليط ونقليوها هكا مع بعض كامل خاليط فتاعنا نضيفو هنا كمشة تاع الحمص لانو المتوم يجيب الحمص ثو نضيفوها هكدايا ونجين مراق بالماء يكون سخون ونخليوها يطيب انا بالنسبة لي اطيبتو في قدره ماشي في الاكوكوت سيبو ساكترتش في اما باش يطيبلي هاذاك الحم بسح نتو ماولا درتو في الاكوكوت ما نكتروش الماديرو قسم يطيب هاذاك الحم وخلاص انا درت هاذاك باش يطيبلي بيان الحم وما يكونش حاصلة في الماد باش ما زيدلوش ومباد ويجيني المكلة تاعي سامطة انا ما زيتش الماد درت هاذاك طاب الحم الزبدة كيما تشوفوه نقص للنار وخليتو بعقلو طاب عقلو انا بعد ما طاب كلش الحم والحمص انا دوك نزيد عليها هذوك البولت تاع الحم المكفت نديرهم هكا ونقص للنار ونخليه يطيبو غرضو ما يشتوش بزاف وقت ويرفدو هذيك البنة تاع السوس وتاني يطيبو مع الحم هاداك انا بالنسبة للشربة بعد ما حسيتها طابت نحيت هذيك ربيطة تاع الحشيش اللي درتها من داخل دوك نزيد عليها هنالفريك يشمحتو وخليتو تنفخ وخسلتو بيان شور دوك نحطو تاني شوية هذوك البولت تاع الافيونداشي معا لاخر باش يطيبو وممتو يرفدو البنة تاع الشربة ونعاود نغلق عليها ونخليهم يطيبو بعقلهم ونحرك من عندك باش ما يلسقش هذيك الفريك ملتحت وحاجة ثانية اللي حضرتها اللي هي الحم الحلو بدون الحم انا نحبو نديرو هكذا كشغول ديسير بارك ما نحبش نديرلو الحم بس ما كاش لي ياكلو ندير هكا حوالي كس تاعتي الصغير هادا يا تاع السكر حوالي زوج مغارف بارك هذي الكس صغير بزيف ونزيد عليهم ثلاثة كيسان تاع الماء ونطيب هادا السيرو فوق النار معاود تاع قرفة بعد ما يطيب هاد السيرو نضيف عليهم الفواكه المجافة فلح اللي ديجافو ورطها وطيبة جتم عسل الله الله وعجبني هذك زبيب الله يبارك حبتو قد نواش شوفوا بارك الحباق كيفاش تجيكم هنا شو كي ما شوفو كلش طايب بعد ما يطيب هذك السيرو يرفض هكا كل غليات طابة وتحسوها عقاد شوية معاكم حطوا كامل الفواكه تاعكم من الداخل وخليوا يتشرب من هذك السيرو ونطفي عليه ما يطويش بزيف حوالي عشرة دقايق وخلاص هذا مكان تكون كل شي بخاسك واجد ونقولوا بارك ربي تقبل منا صالح الاعمال والنية في الصيام خاصة بنت جددوا كل يوم مني يتعكم في الصيام وتحية مني ليكم كامل بنات خاصة كل واحدة توقف في الكوزينة لساعات احيانا كي يكون عندك دار عائلة دار غاشية لابل ننوقفوا بزاف في الكوزينة باش نطيبوا نحضروا هذك الفتون نقدم لكم تحية كبيرة وربي تقبل منكم هاتشي اللي يديروه تانيهو مع كما يقولوا عبادة ربي تقبل منك كامل بنات ان شاء الله هناكي ماشتوا معايا لويتة كامل هذك البوراك ونحطوا هكا في البابية باش نقليه ما يكونش درت فيه الرطوبة ونقليه هكدا يا ونوقفوا باش يقتر كامل من الزيت هذك ونحطوا في الطابلة وتكون الطابلة تاعنا وواجدة بسيطة صح والحمد لله كلنا وكلنا وقعد منها والحمد لله بالنسبة هذك المتوم جام ما شاء الله بزاف 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 بنين وانا نموت على المتوم وديدي كاس كبيرة لماما اللي تموت على المتوم هناكي الحمل حلو التاني تحبوا ماما ان شاء الله كما يقولوش كاش نهار نروح نفوت رمضان معاهم ان شاء الله انا بالنسبة خبصدار درت خبصدار باسم ادبرك ما شاركتوش معاكم ان شاء الله نشاركو كاش نهار معاكم البوراك والسلاطة وهذاك شوية تمر نبدو به كما يقولو نكسرو به الصيام ان شاء الله مع الشربة والحمد لله ربي قدمها نعمة واحفظها من الزوال سمحوا ليبنات كاش واحد شاهيتو ربي يعين كل واحد خاصة اللي ملاحقش والزوالي ان شاء الله انتمنى لكم صيام مقبول وذن مخفور ان شاء الله وصحة فطركم وصحة صحركم مع السلامة